السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وفيديو جديد مع مجدي الأدوات المنزلية في إيد النواردة مختلف تماما عن كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها وكل الحلقات اللي احنا بنقدمها مختلف من ناحية المحتوى اللي جواه ان انا اول مرة اعمله هتلاقوني دايما في كل الفيديوهات باعتمد على الشغل اللي موجود تحت إيدي والشغل اللي عندي واننا بنطلع نقول لكم الأسعار والأصناف الجديدة اللي جاتوا الكلام ده كله النهاردة بقى جالي فيديو بعجلي من أحد الأشخاص يعني أو أحد السيدات الفضليات بعتتلي الفيديو وقالتلي الكلام اللي بيحصل في الفيديو ده بجد ولا دي دعاية يعني بس عشان خاطر الكبة وكده هي الكلام كله عن كبة سكاني أضعف كبة سكاني موجودة في السوق أضعف حاجة يعني أقل جودة وأقل قوة وأقل كل حاجة من السكاني طبعا احنا عارفين إن السكاني بتعمل حاجات حلوة جدا جمدة جدا بس طبعا هي عندها بقى مستويات من الكبات فدي أقل كبة موجودة أقل سعر وأقل خامة وأقل قوة وأقل كل حاجة يعني انتم متخيلين إن هي دي أقل حاجة في السكاني واللي من الطبيعي أساسا إن أنا كنت وأنا بعمل فيديوهاتي كنت بقول إن محدش يستخدم الكبة دي في اللحمة لأن هي يعني هي باينة إن هي مش هتعمل يعني ولكن لما جاء لي الفيديو دوت أنا بصراحة شدني جدا اتفرجت عليه أكتر من المرة ونفرج مع بعض عليه ونشوف هم عملوا إيه في الفيديو ده وإيه اللي تم بالزبط عشان خاطر ينجح معاهم التجربة بصراحة الفيديو عجبني جدا تعالوا واحدة واحدة كده ناخد الفيديو من أول وكده ونعلق على كل جزء منه بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت الأول مرة يتفرج علينا وأول مرة يشوفنا يا ريت يشترك في القناة لو مش حابة بتشترك خد لفة في القناة كده لو فيديوهاتنا عجبتك اشترك معنا في القناة وده شرف لنا طبعا ومشتركينا العزاز الجمال أصحاب القناة بجد لايكاتكو بقى وزبطونا ومن غير من ضايع وقت كتير يلا نخش على الفيديو خدنا بالنا هو كان بيقول ايه وهو بيشيل الكفرات بتاعت السلاح خلي بالك فعلا بجد يعني شفارات الكبة بتبقى حامية جدا جدا أحمى من السكاكين الجديدة جد يعني انت ممكن وبعدين المشكلة ان احنا بنحط قدينا جواه كبة فأي سلاح منهم لو لمس ايدك هيعورها فبالتالي لازم ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنتعامل مع الكفرات بتاعت الاسلحة دي عشان كده كل الكبات اللي في الدنيا الشفارات بتاعتها ما هتطلقها بتاع بلاستيك كده يعني نحاول احنا نحط البصل ايه بحلقة ايه بحلقة طبعا هي دلوقتي بتنصحنا ان احنا ما نحطش البصلة بحلها زي وكده وانه احنا نشقها اثنين انا بقول احنا نشقها اربعة. يعني نقطع البصلة اربعة ونحطها واحدة. ليه بقى اللي احنا مش عايزين الكبة تسخن مش عايزين نستهلك الكب. هو بيجرب هنا وعايز يزبت لنا حاجة معنا لكن احنا عندنا كبتنا في البيت تفضل عايشة معانا فاحنا مش عايزين نقصر من عمرها يعني. فانقطع البصلة اربعة واحدة عم组ة هي الكبة نفسها هتعمل البصل الخضر على طول ودا احنا مش معترضين عليه. لا انا معترض عليه انها هتعمل اللحمة. هل هتعمل اللحمة فعلا ولا لا? زي ما احنا شايفين هو اخد البصلة واخد جزر واخد خيار وحياخد الخضار كله جوه الكبة وحيتحنعها وحيفرمها وهي هتعمل ده. اي كبة هبدأ برقم واحد ده. معناه اي الكلام ده? معناه ان اي كبة هيبقى فيها سرعة او سرعتين. احنا هنبدأ باول سرعة. طب هو هيبدأ ازاي باول سرعة? هو حاطط البصل خدوا بالكم وحاطط البصل على بعضها. تعالوا نشوف كده هيعمل ايه? هو ابدأ بي ازاي كده? اه تطبيع كده. تماما. شوفتوا هو عمل ايه? ده استقطيع حاجات بسيطة يعني مندوس ونسيب. ندوس ونشيل ايدينا. ليه بقى? هي تلف لفة صغيرة كده وتوقف. ثم قطع البصل حتة. قطع البصل حتتين. كده يعني هي مش مرة واحدة وندوس ونفضل نسيبها تنحر مع البصل لحد ما المطول يسخن مننا وتوقف. لا هو اخدها حتة حتة. دي الكبة الى اقل واط فيها. وهيعرفنا ازاي يعمل فيها لحمة رغم انها اقل واط. هنقول لكم علمات الكبة دي في اخر الفيديو كام واط وكام فلوس وكل حاجة عنها. تابعوا معنا الفيديو للاخر. اخدنا بالنا هو قطع قطع اللحمة قدي. قطع صغيرة خالف. حتة كده بقد نص الصابع ولا حاجة. قطع قطع صغيرة عشان يفرمها. تعالوا هو قال لي احنا هنعرف امكانية الكبة بتاعتنا ايه الاول. يعني انا للمفروض رحم اللهم رئي ان عارف قدر نفسي. انا الكبة بتاعتي من قضع في الكبات اللي موجودة. مرحش حط لها بقى عشرة كيلو لحمة. لأ احنا حطينا مسلا ربعة او تمن عشان نجرب. هتعمل اللحمة ولا مش هتعمل اللحمة. فانت برضو لو انت عندك في البيت وحب انك تجرب بالتجربة اللي انت شايفها دي. فاحنا ما نزودش عالكبة. يعني باصة لبصلتين وهنقطعهم زي ما قلنا. وهنحط ربع كيلو لحمة ونقطعها صغير زي ما هو عمل كده. وهنحطها ونجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام? فاحنا عشان هنلسة اول مرة عملها في امكانية الكبة دي. هنحاول عملها بالضبط. ممكن تزودي عليها. هنشوف. هنبدأ برضو برقم واحد تقطيع كده لماها. هو هنا عمل زي ما عمل مع البصل والخضار بالضبط. بدأ برقم واحد وبدأ حتة حتة وحبة حبة ودوسها صغيرة فدوسها صغيرة فدوسها صغيرة لحد ما اللحمة نعمت شوية. الانسجة بتاعتها خفت شوية. وبعد كده بقى قطع بقى كله مع بعضه. دس دوسة واحدة خلصت على اللحمة كلها. تعاوني نشوفه. هيا جماعة هي اصلا ما استحملتشي. شوفنا ايه اللي حصل? هي ما استحملتشي تلت ثواني. فعلا هي ما استحملتش اللحمة تفرمت على طول. وبقى اقل كبة وبقى اقل امكانيات وبقى اقل قوة وبقى لوطر. اقل كبة اقل كبة. اهدوك يا جماعة الكبة اهدوك. دي كبة الموقودة قدامنا شوفنا كبة حلوة قوي. ادارتنا عميه اكثر من كده جمان لو انتي عايزة. لو زويتك الكبة كبت معنا. الساني ما احبش اغلتك. انا ممكن اشتغل بدي بس. يعني بتاعي يعني كوني كي. وعمل كل مرة كوني كده عميها مرة 2-3. كده عمر الكبة بالطول عندي واحفظ عليه. هي بتقول لنا ان احنا ناخد الكبة على الهادي كده لحد ما احنا نعمل اللي احنا عايزينه. هي كلامها صحي طبعا وهي مليون في المية. ده ده رأي صائب لان الكبة امكانياتها محدودة ولكنها عملت اللي هي عايزاها. وعملت اللحمة وعملت الخضار. نيجي بقى هنا لمعلومات الكبة. الكبة زي ما قلنا ان من سكاني وهي اقل انواع الكبات في سكاني. ارخصهم سعرا واقلهم واط وقوة. الكبة متوفرة عندنا بسعر تلتمية خمسة وعشرين واللي حابب يطلبها شحن او ديليفري على الرقم اللي هنسبه لكم دوت. والكبة نازلة بقوة تلتمية واط. طبعا تلتمية واط بالنسبة للحمة هو واط قليل جدا. ولكن زي ما احنا تعلمنا هنعمل ازاي عشان نعمل لحمة. او نعمل فراخ زي او بصل او الكلام ده كله زي ما شفنا في الفيديو. وطبعا بنشكر قناة ام نور اللي قدمت لنا الفيديو ده. فيديو بصراحة فونتها الجمال ورائع جدا. واستفدنا منه كتير جدا. انا شخصيا استفدت. وطبعا قلت انقلكوا الاستفادة اللي انا استفدتها. لعل ان ممكن يكون حد مش عارف فيبتدي ينفزوا الطريقة ويجربها. وبقول لنا برضو كده لو عملتوا الكلام ده كله عملتوه. ونجح معاكو للدنيا ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة. نشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.